موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الصباح رباح ومستمعيننا عبر أثير موجة 97FM في كل مكان صباحكم الله بالخير في مستهل حلقة جديدة من الصباح رباح نقدم لكم باقة من الموضوعات اللي نرجو أن نتنال إعجابكم واهتمامكم معانا منادي بقناة الريان حمد الفياض من فندق ريتز كارتون ينقل لنا تفاصيل اليوم الختامي للمؤتمر السنوي العربي لمدن المستقبل قمة قطر حنان بلان التابع من قريب بخطط مؤسسة الرعاية الصحية الأولية للتوسع في إنشاء صيدليات المراكز الصحية وذلك من مركز الريان الصحي علي النعمة في فقرة رياضية خاصة لتسليط الضوء على فوز فريق الأخوية ببطولة الدوري واستعدادات بطولة كأس الأمير هذا بالإضافة إلى باقة من الأخبار والتقارير وقراءة بين عنوين صحفنا لليوم بداية بتكون مع حمد الفياض من فندق ريتز كارتون حيث يتواجد حمد الفياض ويعرفنا بالتفصيل على مفهوم المقاصة اللي تطبق بين قطر والصين وما الذي يعنيه هذا وش اللي يعنيه هذا على الصعيدين الاقتصادي والمالي صبح كله بالخير يا حمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبح كله بالخير اختي دعا وصبحكم الله بالخير ومشاهدين ومستمعين الكرام احنا موجودين معاكم اليوم من فندق ريتز كارتون حيث تشهد ان شاء الله افتتاح أول مركز مقاصة للعملة الصينية بعد قليل يمكن الكثير مننا يسمع كلمة المقاصة ولكن ما نعرف شنه معناتها أو يمكن ما تعاملنا بهذه الكلمة المقاصة هي إدارة العملات أو الأشياء الورقية اللي هي تعد كعملة مثل الشيكات يعني لما واحد يعطي واحد شيك ويكون بنكا مش في بنك ثاني يكون المصرف المركزي في هذه الدولة يكون هو المسؤول عن هذا التبادل للعملة نفسها أو للشيك نفسها المركز هذا بيكون هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبيساعد على استخدام عمرة الرامبي اللي هي العملة الصينية في التعاملات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن هذا المركز مثل ما قلت لكم أنه هو الأول من نوعه ولكن في اختلاف في التعامل فيه على أساس أن هذا المركز تم توقيع على اتفاقية تبادل عملة الرامبي الأكثر من 35 مليار لمدة ثلاث سنوات متتالية وهذا يساعد صغار المستثمرين وكبار المستثمرين على توسيع التبادل الاقتصادي بين الصين أو الجمهورية الصينية الشعبية وبين دول شرق آسيا وشمال أفريقيا يمكن الكثير يتساءل ليش هذا المركز وشنه فوائد هذا المركز بالنسبة لدولتنا العزيزة قطر طبعا من أهم الأشياء جات هذه الاتفاقية على هذا المركز في شهر نوفمبر 2014 خلال زيارة سيدي صاحب السمو أمير بلاد المفدش شيخ تميب بن حمد الثاني وكان هذه الاتفاقية على تبادل العملة أو أن إعطاء قطر الرخصة أن هي تكون الممثل للعملة الصينية والمقاصة الصينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن نحن مثل ما تعرفون إذا في حالة نحن نبقى نشتري أغراض من الصين أو التجار يبقوا نشترون بضاعة من الصين يتعاملون بعملات مختلفة يمكن الدولار يمكن اليورو ولكن أصبح الآن عندهم فرصة كبيرة أن هي تساعدهم أن هم يتعاملون بالعملة الأساسية هي العملة الصينية الرامبي وهذه العملة ممكن تكون في ارتفاع أو انخفاض بناء عليها ممكن أن هو يشتري بضاعتها ويشتري أغراضها بالمبالغ التي تناسبها زائد أن العمولات التي كانت تأخذ قبل بالنسبة للتحولات البنكية أو الضمانات البنكية بهذا الخصوص أصبحت الآن مش موجودة من خلال هذا المركز بيوفر هذه الأمور كلها وبيسهلها على التجار من صغر المستثمرين ومن كبار المستثمرين وبيوسع رقعة التجارة الصينية في هذه المنطقة إن شاء الله بنكون معاكم في طلعة ثانية وبيكون معا نظيف بيكلمنا أكثر عن هذه الاتفاقية وأهميتها وكيف يمكن استخدامها وكيف تفيد المجتمع هذه المعلومات التي قدرت أحصل عليها إلى الآن وإن شاء الله في طلعتنا الثانية بنعطيكم معلومات أكثر وضوحا وأكثر تفصيلية ولكن الآن أرجع لاختي دعاء في الاستيديو شكرا لك أخي حمد ولنا أعود إن شاء الله معك أما الآن مشاهدين ننتقل إلى جولتنا الصباحية لأبرز عنوين صحفنا لليوم نبتدي عنويننا مع جريدة الوطن وأولى عنويننا فيها سموه بحث التعاون مع وفد الاتحاد الدولي الأمير يستقبل الحريري استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدة في مكتبه بالديوان الأميري دولة السيد سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة الأسبق بمناسبة زيارته للبلاد تم خلال المقابلة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وثاني عنويننا في جريدة الوطن كذلك في صفحة متابعات صفحة 9 الشورى يوافق على تعديل قانون المرور إعادة سرعة 22 فبراير إلى 100 كيلومتر وافق مجلس الشورى بالإجماع في جلسته الأسبوعية برئاسة سعادة محمد بن مبارك الخضيفي رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل المادتين 89.95 من قانون المرور الصادر بمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 مقرم بذلك بنود توصيات لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بتعديل المادتين واستعرض فهد الخيارين السكرتير عام المجلس خلال الاجتماع التقرير التكميلي للجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول المشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 وجاء فيه أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تفيد بالموافقة على مشروع القانون وأحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقا لأحكام الدستور وما زلنا في الوطن صفحة 11 صفحة متابعات وزير العدل قطر تراجع القوانين العقابية والجنائية وفي الوطن والمواطن في متابعات صفحة 2 في عرض لإنجازاتها خلال اجتماع المجلس الاستشاري 44 مليون ريال من حم بحثية للآداب والعلوم ننتقل إلى الراية وفي محليات تحديدا صفحة 13 لرعاية مرضى التوحد وتقديم الخدمات لهم فروع جديدة لمركز قطر للسمع والنطق وفي الراية في محليات صفحة 25 أشغال تستكمل الأعمال النهائية لتبدأ الدراسة العام الأكاديمي المقبل مجلس التعليم يتسلم 33 مدرسة خلال شهرين إجراء تجهيزات وتركيبات المعامل وقاعات الدراسة والملعب وفي الراية الاقتصادية صفحة 2 تنطلق فعالياته 29 أبريل الجاري 110 شركات بمعرض الدوحة الدولي للأعراس الهادي 80% من الشركات العالمية و20% قطرية ينطلق معرض الدوحة لأعراس وعروض الأزياء يوم 29 أبريل الجاري بمركز الدوحة للمعارض ويستمر حتى الثاني من مايو المقبل أعلنت ذلك أمس الشركة المنظمة للمعرض وقال السيد هادي الزين علي الرئيس التنفيذي لقطر إكسبون ان المعرض يضم المع المصممين وشركات الضيافة وتنظيم الأعراس بالإضافة إلى المزينين والمصورين وكافة العاملين في مجال توريد صناعة هذه المناسبة المميزة وفي الراية الاقتصادية صفحة أربعة خلال افتتاح قمة المدن الذكية السبعي مشروع الريل مفتاح للتحول في قطر تقديم حلول ذكية ومستدامة وصديقة للبيئة بقطاع المواصلات وبيكون لنا عودة مع زميلي حمد حول هذا الموضوع والآن في العرب صفحة ستة نظمته حمد الطبية 200 مشارك بملتقى ضوابط استخدام الإشعاع وثاني عنويننا في جريدة العرب صفحة 14 تنظمها مؤسسة قطر بالتعاون مع البكالوريا الدولية 33 ورشة تدريب للمعلمين لإطلاق قدرات الطلاب وفي العرب صفحة 28 من خلال فعاليات للصغار وأعمال إبداعية لمجموعة من التشكيليين تمازج الثقافة والفن يتواصل بمركز واقف للفنون وفي العرب الرياضي بعد أن حسم الريان البطاقة الأولى نسيمير يحقق إنجازا تاريخيا بالصعود لدوري الكبار ووصلنا إلى جريدة الشرق وأولى عنويننا في جريدة الشرق بتكلفة تتجاوز 2 مليار ريال أشغال تبدأ أعمال المرحلة الأولى من طريق الوكرة الالتفافي وفي الشرق في صفحة 2 إطلاق أعماله اليوم تحت رعاية رئيس الوزراء رجال أعمال مركز تداول العملة الصينية يدعم العلاقات الاقتصادية بين قطر والصين يطلق مصرف قطر المركزي اليوم ثلاثاء مركز تداول العملة الصينية في قطر مركز قطر للزنم بيه بحضور كبار الشخصيات المصرفية والاقتصادية من الدولتين يتقدمهم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود الثاني محافظ مصرف قطر المركزي ومن الصين رئيس بنك الشعب الصيني طبعا زميلنا حمد المفروض أنه هو بيكلمنا أكثر عن هذا الموضوع ووصولا إلى الشرق صفحة 3 احتلت المرتبة الثالثة عالميا في حماية مصالح المستثمرين صندوق النقد 112 مليار ريال عوائد استثمارات قطر خلال السنة المنتهية وآخر عنويننا لليوم في الشرق صفحة 12 ضبطت 316 منتجا مخالفا لقانون حماية المستهلك وزارة الاقتصاد تغلق شركة لبيعها منتجات التبغ منتهية الصلاحية أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة لبيع التبغ ومنتجاته بشارع المطار التجاري لمدة شهر على إثر ضبط 316 منتجا منتهي الصلاحية بعد حملة تفتيشية مفاجئة قام بها مفتشو الوزارة للكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة والمنتهية الصلاحية طبعا يعطيهم العافية على هذه الجهود اللي يبذلونها وزارة البلدية ونكتفي بهذا القدر مشاهديننا من عنوين الصحف فقراتنا مستمرة في الصباح رباح فاصل قصير ومن بعده بنتابع معاكم